المدرسة البنية هنا للسائل ولطالب العلم الشريف العامل ولمن تلى القرآن حق تلاوته بترتيل طوبة له من فاضلي أبو حفص يا رحمن يدعوكم للعفو والغفران يا خير فاضلي بالمصطفى بالرسل ثم الأنبياء وللصالحين بالولي الشاذلي تمت بحمد الله عن حسن حاله يجزي بها في الخلد خير منازلي من بعد إتمام البنان أرختها يا من صحى الدنيا كظل زائلي أهلين ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليبيا زي ما هي ضمن سلسلة فوسيفوسة السلسلة الرمضانية استثنائية اليوم ومن ضمن المواضيع الرمضانية قلت نتكلم على الزوايا والمساجد والعمارة المحلية الدينية ولو بإيجاز في المستقبل حنتكلم عليها بتوسع وحنجيب عليها حلقات ربما أكثر من حلقة في هذا الموضوع رمضان مبارك يسنمر في اللون أوزوم بالأمازيغية وسلانجو بالتباوية هذه الزاوية مش من الأوائل اللي حنقدم لها ولا مش من أكبرها في ليبيا ولا أكثرها فخامة ولكن فيها علامات مميزة حتخلينا نختاروها وأهمها هو الطراز المعماري اللي هو ليبي وطني محلي سبق الطراز المعماري العثماني وتعتبر على مسافة قريبة جدا من طرابلس وقبل أن نخش في الموضوع خلي نعطي نبدة لابدة منها عن المساجد في العالم الإسلامي فالمساجد في العالم الإسلامي أو المسجد ولو فيه مراحل متأخرة من تاريخ الإسلام حاول بعض إضاء شروط ومعايير على كفية بناء المسجد ولكن في الواقع لا يوجد شكل ونمط معماري معين للمسجد في الإسلام الإسلام حضناش وقال لنا لازم تبنوا المسجد بهذه الشاكلة أو تحطوه بهذه الشاكلة يعني لا يوجد صبغة معينة صبغ بها الإسلام المساجد وترك هذا الموضوع للبناء المحلي والبناء والصبغة المحلية اللي هي أنا ديما نسمي فيها الهوية البصرية المحلية أو التليب الحلقة هذه رمضانية قصيرة محبتش تعمق هلبة فيها ومش الهدف منها التأريخ للمساجد في ليبيا من ناحية القدمة أو الشكلة أو الفخامة أو غير هذا ولكن من ناحية العراق المحلية وفي العالم كله المساجد وخصوصا في بدايات الإسلام بنيت على أنقاض دور عبادة محلية وتحورت بشوية 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 بشتتناسب مع المسجد وطبعا فيه سمات هلبة ولو ما كانتش في المسجد النبوي الأول لكنها انتقلت وولت عادة موجودة في العالم الإسلامي أجمع زي القبة والمنارة والزغارف وغيرها ليبيا ما هيش استثناء المسجد أصبح أحسن تعبير على البناء المحلي مثلا أوجلا الشكل المقبل في المساجد امتداد للعبارة الليبية المحلية اللي نلقوها في رسومات الفوسيفوساء وحتى في الأوصاف للبناء المحلي في هذا كل وقت المسجد العتيق متع أوجلا حافظنا عليه الشكل القديم في ليبيا وليس غير المساجد حتى للأبنية وعلي فكرة غالبا كلمة العتيق في أسماء المساجد يحيل على الشكل الأول اللي بدي به الإسلام زي ما هو الحال مثلا في المسجد العتيق متاع دامس المسجد العتيق متاع شروس في نفسها وأوجلا وسوكنة ومرزق وغات وغيرها وغيرها ومسجد العتيق في طرابلس وغيرها أو المسجد العتيق في بنغازي معناه تهدم وتعاودوا مرة أخرى وأكثرهم تهدموا وتعاودوا مرة أخرى ولكن بقيت في بعض المناطق المساجد العتيقة اللي نعرفها طيب وهلب على فكرة من المساجد الشهيرة في العالم الإسلامي إما كانت دور عبادة لأديان أخرى وتم إعادة توظيفها للمسجد ويتولي دار عبادة للمسلمين وبعضها مازال ياخد في الشكل الأصلي متاعه يعني مثلاً آيا صوفيا في إسطنبول المسجد الأبوي مثلاً في الأموي عفواً في دمشق وغيرها هلبة وفيه اللي تحول مع الوقت واختفى الشكل الأصلي متاعه زي القيروان والزيتونة وبأقل شهر أماكن هلبة في ليبيا يعني غير بنا أحكيكم مثال بس في جبل نفوسة بحكم أننا لدينا التدوين مدون هلبة والتاريخ مدون هلبة وفيه معلومات كثيرة عن البدايات دخول الإسلامة في جبل نفوسة بعض هذه المساجد ما زال يحمل الإسم اللي يرفع معلومات تاريخية عن ماضيه المسيحي مثلاً عندنا مسجد بغطولة بغطورة عفواً جليمت تحواريت توكيت تنبطين إفاطمن وغيرها وهذه كلمات تعبر عن المسيحية حقيقةً انتقلت إلى الإسم متاعها بقية زي ما هو وانتقلت إلى الإسلام ويعني في الغالب الأهم يعاد تهيئة دور العبادة من قبل المسلمين الجزد باش تتناسب مع المتطلبات متاع الدين الجديد وهو دين الإسلام والعكس صار كذلك على فكرة لمساجد ولد حاجة تانية وشفنا كيف مساجد تم إعادة تهيئتها باش تولي كنائس زي ما صار في الأندلس وسقلية وبعض دور البلقان أهني منين جاء عندنا التنوع في الأشكال في مساجد المسلمين حول العالم فهك كيف نشوفوا أنه في مساجد في اندونيسيا ما تشبهش مساجد في تركيا أو في المغر ما تشبهش في مصر وفي مصر ما تشبهش في أمريكا جنوب الصحراء والأمتر أكتر من أن هي تحصى في أشكال المساجد التي تعكس البنية المحلية والطراز المحلي الإسلام لا يعطيش نمط معين للعمارة ومفرد الشكل معين يجب اتباعه بالموضوع محلي يدبر حسب الناس وقدراتهم ورغبتهم وإن كان فيه شروط أغلب مساجد اليوم أخل بها أكتر المسلمين اليوم يعني بالرغم من النهي عن الزخارف والأبهة في المساجد أصبحت يعني أغلب المساجد فيها الزخارف والأبهة والآخرين هذا أمر مجمع عليه من العلماء ومع أن المساجد في العالم الإسلامي هي أكتر شيء أبهة وزخارف وغلاء في التصميم والإتقال ويأخي أصبحت تحفة تتبهى بها الأمم الجزائر داروا أكبر مسجد قالوا إحنا في أفريقيا المغرب داروا مسجد وكتبوا عليه عرشوا على الماء وفي أجزاء هلبة من العالم الإسلامي زي ما شفنا وانا في دبي أو في ماليزيا وغيرها المهم وزي ما قلنا قاعدة عادة متبعة الهدف الأساسي للمسجد هو إبراز العمارة المحلية وقدرة هذه الدولة على تبيين الأبهة والآخره إليه المهم اليوم بنتكلم عليه زاوية مهمة جدا ربما بعضكم يعرفها وأنا زرتها أكتر من مرة زاوية عمورة وأكيد بعضكم يعرف وين جي زاوية عمورة جاوية عمورة جي في منطقة جنزور اليوم أو زنزور اللي هي المنطقة التاريخية للفود هوارة قبل تهوار العمزيغية التاريخية وأحكالنا التجاري بالتفاصيل المملة شنصار في المنطقة من تغييرات كبيرة وعندنا معلومات قديمة للحروب والتوسع وتقلس الوجود الهواري في المنطقة عبر التاريخ جنزور في الأصل منطقة هويز معروفة بطبيعتها وأهلها وأصالتها وناس الطيبين وهي أكيد مش موضوعنا اليوم ولكن زاوية عمورة اللي ولت مسجد وباللهي معليش يعني معلومة جانبية هيكي باش ما نقعدش المصطلحات وضبطها مهم جدا قلت عنيه ولت مسجد وهلبناس ما يعرفوش يعني يعني ان المسجد هو اللي تقام فيه الصلاة العادية أكثر ناس ما يعرفوشها المسجد وتقود فيه الصلاة الجمعة وغالبا في المدن والأمصار ما يكونش فيه إلا جامع واحد واللي هو الإمام أو القائم على هديك المدينة يصلي فيه بالناس ويتكلم فيه على شؤون المسلمين احنا يتوى كل زنجتين وشارع فيه مسجد لنقلولها جامع ونقلولها مزجم فيه نفس الوقت وتقريبا بالإجماع عند جميع المذهب السنية لا تقام إلا الصلاة الجمعة لا تقام إلا في الجامع المسجد الجامع والمسجد عندنا في اللغة الأمازيغية يسمى تمزجيدة ومأخودة من اللغة العربية تمزجيدة في الغالب وأصبح فيها تحوير أمازيغي تمزجيدة تمزجيدة على إيتي حال والمسجد الجامع تمزجيدة نلقمت يعني مصد صلاة الجمعة وأصلا بعض المذهب على فكرة عندهم صلاة الجمعة لا تصح أصلا إلا بموجود إمام عادل للمسلمين به حنا يقولنا الزاوية الزاوية مالا شين هي؟ الزاوية زاوية عمورة هي هذا هو اسمها الأصلي يعني وفيها مسجدة وفيه مسجدة عمورة هذا الزوز بناهم نفس الشخص مسجدة عمورة هذا اللي فيه بن عاشون بنشوفه بعدين الزاوية في الغالب هي أماكن بنيت للخلوة والذكر زي الرباطات وإن كانت يعني الوظيفة المختلفة والزاوية مع الوقت اخذت وظائف مختلفة زي ما قلت وقاعدت تقتصر على المتصوفة والزاوية هادي تتبع الشالذرية زي ما قلنا في بداية الأشعار وزي ما بنشوفه بعدين وما فيش مدينة أو قرية ليبية إلا وفيها على الأقل زاوية إلا إذا كان هادي المدن تتبع أتبع المذهب اللي باضي ويخي عندنا مدن كاملة تسمى زاوية زي زاوية للمدينة التزاوية اللي نعرفوها اليوم اللي مش بعيدة عليه زنزور ومتسمي الزاوية عليه غيرار زاوية سيديب عيسى واللي انشهرت فيها وإلا اسمها القديم كان أساريا اسمها مازيغي ومرات اسم الزاوية يطلق مقروم باسم الشخص أو اسم الجهة أو اسم الزاوية الزاوية العروسية الزاوية كده وتتسمى القرية كلها زي مثلا زاوية الدهماني شارع الزاوية أو زاوية المحجوب في مصراطة والزاوية حاجة متكررة في كل إفريقيا الشمالية واخدت وظائف تانية بعدين بحيث ولت خاصة بالذكر والأحضاري زي ما قلنا زي مثلا الزاوية الصغيرة والزاوية الكبيرة في المدينة القديمة وولت تحفظ في القرآن وتخلج حتى في العلماء زي زاوية بوماضي في كيكلة وفيه اللي ولت منارة علم بحجم جامعة زي مثلا الزاوية السنوسية في الجغبوب وفيه أمثلة هلبة في كل تركينة وياخي فيه قبائل كاملة حملة لقب الزاوية زي قبلت الزوية في برقة ومن أشهر الزواية في كل إفريقيا الشمالية اللي دارها الحجاج من المغرب الأقصى باش تسهل طريق الحج هي زاوية الماجري أكيد بعضكم يعرف لقب الماجري وعندي أنا أصدقاء من عند الماجري على فكرة اللي كل دور شمال إفريقيا فيه منها نسخة وفيه دار لضيافة الحجاج زاوية الماجري هذي نلقوها في المغرب في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وياخي ربما حتى في موريتانيا به زاوية أعمورة قبل ما تطور كانت خلوة بمثاوة مدرسة لتحفيظ القرآن وزي ما شفتها في البيت الشهري والعلوم وحنجوب التفاصيل عليها وعليه الوظيفة التاريخية متاعها يعني مع تطور الإسلام والتوسع طلعت حاجات هلبة جديدة وهذه الحاجات كان الهدف منها خدمة للمسلمين الجدد وللعباد عمومه ومتبعي الدين الجديد حسب ما نتقم والزاوية والرباط والعزيب والخلوة وغيرها إضافات معمارية جديدة تطلبتها الضرورة في العالم الإسلامي أجمع وإن كان خصوصية الرباط والزاوية الشمال الأفريقية صرفها به خلينا نولي للزاوية زاوية تعمورة وعليش اخترتها للكلام اليوم أول شيء أنا عاجبتني هلبة وتعطيني شعور أني قدام مبنى ليبي أصيل ومش يا أخي شعور يا أخي حنتبينوا أنها فعلا علميا وتاريخيا تعتبر حلقة وصل للبلاء الديني القديم المقاب العثماني أو القرماني مع أنها مبنية في العهد القرماني زاوية تعمورة ما فيش أي ديليل يبين أنها مبنية على أنقاد مكان قديم يعني بنيت على مكان جديد وفيه يا أخي وثائق تشير أن القايدة تعمورة هو اللي بنها على أرض اشراها أو اخداها من عيلة الأعور والمنطقة اللي بنت فيها اسماها قمارة بن ساء بن سلامة والزاوية بنها القايدة تعمورة اللي ما عندناش عليه معلومات هلبة ولكن نعرفه من خلال الاستنتاجات والمعلومات اللي عندنا أنها بني مساجد في بن عشور ترابلس على نفس الطراز تقريبا وهني نقض البناء من قبل البنائين ولكن في اجتهادات هلبة ليش كون يكون والباين والمرجح أن اللي بنها هو أعمورة بن محمد فلمينكي ولا الفلمينكي والباين أنه يعني من العلوج وهذا موضوع تاني طبعا موضوع العلوج هذا فيه كلام هلبة وتفسير شمعناها كلمة علج هو شخص الأبيض وحي يقوله السمين وعلى فكرة عند الأمازيغ يكتر الاسم علجي وعلجية يعني عليتي حال خلينا مننا الاسم هذا بسبب اللبيضية والشعر الحمر والأخير وهذا موضوع تاني ولكن من المؤكد على الأقل بوه كان من الأسرة من هولندا أو بلجيكا وهذا علاش يسمه فلمينكي يعني فلامون زي ما نقوله اليوم بالفرنسية وهو الاسم التاريخي لهم في العهد العثماني عاش في ليبيا وتحت الحكم العثماني ناس من كل الأجناس اللي يولوا مسلمين بعد الأسر وصاروا قادة بحريين كبار أعمور هذا كان مقرب للأسرة القرامالية واللي ازدهرت في وقتها البلاد والباين أنها عاش ما بين عصرين في عصر أحمد باشا اللي يمتد ما بين 1711 اللي هي بداية الأسرة القرامالية حتى 1754 وعهد علي باشا اللي عاش حتى 1992 حاجة زي كي يعني فترة طويلة وكانت حالته المادية باهية الباين وقاوم عمورة محاولات هلبة للانقلاب وقمع ثورات للانكشارية وغيرهم يعني هذي زي ما قلت هذا اللي خلاه يقترب من القراماليين ويعطوه مكانة عالية جدا بدو تشك عمورة محمد الفلامينكي يعني كان غني وحالته المادية كويسة وكان يعني عنده أموال طائلة سمحت لها أنها يبني جامع وزاوية أو مدرسة لتحفيظ القرآن لأنه زي ما بنشوفه بلاية شعرية ما اسمه هاش زاوية اسمها مدرسة تحفيظ القرآن أو مدرسة علم قالت عليها عزوز وانا اتذكر توا حاجة قالت عليها عزوز أبيات شعرية يحفظوها أهالي ظنزور لعنتوا تقول يا ربي تقول ياريتني كيف الحمام المكي اللي انقيقه من بعيد يبكي ياريتني كيف الحمام المكي اللي انقيقه من بعيد يبكي القايد عمورة في غرفته متكي يرعى لسطر خلق دامه والخدام تخدم والعبيد حجامه المهم عرفنا انه من يعني الجايل عمورة في غرفته متكي المهم عرفنا انه كان حالته المادية كويسة عنده خدم وحشام وفي غرفته يعني بحسب المصف الشعري وعرفنا انه قايد عسكري وعرفنا انه كان ثري وانه هو ابني الزاوية زي هلبة من الاثرياء لغرض الارر والتقرب لله القايد عمورة ابني الزاوية هادي وزي ما هو مكتوب في المدخل وقلت لكم في المقدمة المدرسة بنيت هنا زي ما قال هو قال زي ما قلت هو قال المدرسة ما قال شزاوية المدرسة بنيت هنا للسائل ولطالب العلم الشريف العاملي المدرسة بنيت هنا للسائل ولطالب العلم الشريف العاملي هو دارها مدرسة وبناها لأجل السائلين والطالبين للعلم ولمن تل القرآن حق تلاوته بترتيل طوبة له من فاضلي هلين نبنى عرفوا حاجتين واحد مدرسة التعليم والسائلين والآخره ولمن تل القرآن حق تلاوته بترتيل طوبة له من فاضلي أبو حفص يا رحمان يدعوكم للعفو والغفران يا خير فاضلي أبو حفص غالبا تطقق على شخص اسمه عمر ولكن هنا هو أطلق عليه هو كنت أبو حفص وأبو حفص يا رحمان يدعوكم للعفو والغفران يا خير فاضلي بالمصطفى بالرسل ثم الأنبياء والصالحين وبالولي الشاذلي عرفنا الآن أن الزاوية هذه زاوية شاذلية وزاوية صوفية وخلوة وإلى آخره تمت بحمد الله عن حسن حالة يجزى بها في الخير خير منازلي تمت بحمد الله في حسن حالة يجزى بها في الخلد خير منازلي من بعد إتمام البناء الرختها يا من صح الدنيا كظل زائلي هذه الأخيرة يا من صح الدنيا كظل زائلي تحسها مش مراكبة على بقية الأجزاء والعجز هذا هو حقيقة التاريخ من بعد إتمام البناء الرختها مفروض يكتب تاريخ البناء متاعها ولكن قال أبيات وهنا بنعرف معلومة جانبية مهمة جدا لازم نقول نحس أنها غايبة لها البناز اللي هي التقديم للتقليد القديم في أفريقيا الشمالية وبين في العالم الإسلامي ولكن بالخصوص في أفريقيا الشمالية لما يبنى مسجد تكتب فيه أبيات بشكل سري من الحساب اللي يسمى بحساب العد المغاربي وهو انشار طبعا في المشرق باسم حساب الجمل ولكن مستخبل بشكل مغاير من الناحية القيمية في كل أفريقيا الشمالية كل حرف عنده قيمة عددية يعني كل حرف ألف مثلا عنده رقم واحد كقيمة عددية حرف الكاف عنده تمانين مثلا حرف التا عنده أربعمية وهكذا المهم القيمة لكل حرف عندها عدد فلما يكتبوا بيت شعر أو يقولوا جملة يديروا بها رسالة مشفرة سرية ومثلا هنا العثمانين لما جاءوا لليبيا أرخ لها في القصص الشعبية وفي الكلام بتاع الناس اللي قدم جاء التركبس جاء التركبس لو حسبنا العدد متاعها وقيمتها تولي تسعمائة وتمانية وخمسين من الحروف اللي فيه كلمة جاء التركبس أربعمائة وتسعمائة وتمانية وخمسين تسعمائة وتمانية وخمسين من هيك كيف نحفظ التواريخ على فكرة هو هجريا اللي هي 1551 وهو بالضبط السنة اللي بنت فيها العثمانيين لليبيا يعني حرف الجيم من جاء فيه رقمها ثلاثة والألف فيه واحد والهمزة واحد والترك حتى هي ألف واحد واللام تمانين والتات أربعمائة وهكي باش ما نطولش تزداد الحروف على بعضها وتعطينا القيمة العددية تسعمائة وتمانية وخمسين اللي هي بالضبط 1551 ميلادي بها عودة علي زاوية عمورة وهني البيت الأخير اللي يقول من بعد إتمام البناء الرختها يعني الرخت البناية يا من صحى الدنيا كظل زائلي يعني نبدو نحسب القيمة العددية للحروف بعد الشطر اللي هي بعد إتمام البناء الرختها اللي يقول يا من صحى الدنيا كظل زائلي بعملية حسابية مقارنة كل حروف برقمة ونجمعهم يطلع التاريخ بناء الزاوية سنة 1164 هجري 1164 هجري يعني 1751 بالضبط ميلادي ويعني أقل من 300 سنة أو 30 سنة أقل من 300 سنة وهذا زي ما نقول نقوم في أماكن هلبة في ليبيا منها جامعة مدباشا القرامالي على فكرة حتى هو مكبيت عليها أبيات العجز اللي هي تؤرخ لتاريخ البناء وعند نحن الأمازيغ كذلك طريقة مشفرة لقول الأسرار وكذا بيناتنا فمثلا ننذكر في أمي اللي يقول لنا فيها لما بوي أمي بيقولوا حاجة ولا بيوسطوا سر لبعضهم يقولوا أجوم مجح أجوم مجد أجوم مجي أجوم مجس أجوم مجا أجوم مجدي أجوم مجيا هنا إذكرت الإسم متاعي مادغيس موسى مادي بالطريقة هذه المشفرة أجوم مجح أجوم مجي أجوم مجس المهم فنقول لكم فيه طرق هلبة للتشفير وعن موضوع الأرقام عليكم بحلقة درتها في اليوتيوب تتكلم عن تاريخ الأرقام في ليبيا ممكن تراجعها وتلقوا فيها معلومات هلبة هلبة عن تاريخ الأرقام في ليبيا وموضوع الأرقام والله بجديات جدا جدا ممتع المهم اللي يهمني هنا هلبة هو الهوية البصرية للزاوية وتوه تكلمنا في الزاوية من بناها وشان تاريخ البناء متاعها وبنقول لكم أن الزاوية من ناحية الشكل والمعمار هي وطنية بدون شك في شكلها في جوهرها في طريقة بنائها وهذا يحسب لأبو حفص عمورة بن محمد الفانمنكي لأنه حقيقة انحاز إلى الشكل الوطني وأضاف إضافات أخرى حنجوها ولكنه بناها على الطراز المحلي وهو ربما من القلائل اللي بنوه على الطراز المحلي والطراز المحلي شان هو؟ خلينا بنوريكم بالصور مباشرة وخلاص لو ناخدوا صورة جوية مثلا للمسجد وهني لازم نشكر على فكرة صديقي محمد مصطفى الأترب على تصوير كل زاوية من الزاوية كل ركن من الزاوية ومن ضمنها الصور الجوية دار درون هيكي وصورها من فوق وهنا يتبين لمن علو أن الزاوية مبنية بشكل مربع تربية ولاحظوا الدعائم الخارجية متاع الزاوية اللي هي دعائم محلية اللي هي ميلة ميلان وهذه بنجوها ولاحظوا كذلك السمك متاع الصور عندنا الدعائم الميلة وعندنا السمك متاع الصور أو الحيط وهذا كل اغطراز محلي 100% نلقو خوتها في اغدامس في نافوسها في سوكنا وغيرها اللي همني زي ما قلت أنا هلبة هنا هو الهوية البصرية للزاوية اللي هي متكونة من بيت الصلاة وقبل ما نخش في بيت الصلاة خلينا نولي للصورة الجوية لو تلاحظوا فيه فنائين في المبنى في فنائين في المبنى وهذا حتى هو عمارة محلية شمار إفريقية بالتمام والكمال بعد المسجد أو بيت الصلاة كان مخصص للطلبة بحيث ما يطلعوش من الزاوية يكملوا الخلوة متاعهم ويمشوا للمسجد ويصلوا ما كانش فيه منبر للخطبة زمان وهذا متأخر هلبة للبناء ومن ضمن التخطيط مكان الضريح على فكرة اللي مفروض هي نتفن فيها بحفص عمر بن محمد الفلمنكي ولكن نتفن في مكان تاني برا زي وكذلك من الخصائص العمرانية للمسجد هذا أو للزاوية هادي هو زي ما قلت المئذنة وهي حقيقة بيت القصيد عندنا المئذنة المربعة ويعني لو كان أنا ما خشيتش بالترتيب هيك في المسجد وكذا المهم وولي للخلاوي مثلا اللي عددها 16 الخلوة اتنين منها كبيرة في المدخل واتنين بروحهم بعدين 16 صغيرات بحجم 3 خلوات لي زي ما تشوفوا اللي فيها السدة تحتها يعني حط لبضاعة ومستزمت الطالب وفوقها يجرى ويرجد ومن تحت زي ما قلت للتخزين وهي صغيرات الحجم الحق يعني انا حقيقة جابي ما خشيت المبنى مفروض تكلمت هيك بطريقة مسلسلة باش ما نلاقبت شروحي به نولي شوية نبدو اول ما نخشوا للمبنى مفروض يعني الكوريدوري الكوريدوري اللي ما عرفهاش الكلما هدي بل كي قديمة ما عاش يقولوا فيها الليبيين هو الممر اللي يخشوا به للزاوية وعلى فكرة لمكان بارد بارد لاني لما خشت لها حقيقة باردة باردة في الصيف ودافية في الشتي والممر فيهم كان وانتقامزوا ركبات علمين وعلى اللي صار واني نلقوها على فكرة هلبة يعني حتى في مساجد طلاب لصغيرها وغالبا يتقامزوا واحنين قلولها بالامازيغية تفرضى الامكان اللي يجتمعوا فيه الشيابين باش يناقشوا امور الحياة اليومية والشورى وإلى آخره غالبا تكون قريبة على المسجد خارج المسجد بحيث ما يكونش فيه اللغو أو في المحيطة متاع القرية وإلى آخره وهذا تلقوه إلى اليوم في جبل نفوسة يسموا فيهم إيسليين يسموا فيهم تيسوناف يسموا فيهم تفرضى لامكانها عموما عندها أسامي هلبة المهم وهذا طلاز محلي ربما حتى قبل إسلامي لما كانت القرى والقبائل والمناطق تجتمع وتقرر بيناتها شم بتدير في القرية ولو كان فيه عرب ولو فيه سلم ولو فيه زراعة ولو فيه غراعة المهم لامكان زي ما قلت لو تخشوا له خير من ألف امكان مكيف وهذه طريقة نلقوها في غذامس وجبل مفوسة والمدن الصحراوية والشبه الصحراوية والسبب في هذا التكييف الطبيعي هو أن الحيطة متاعها عريض هلبة بجديات زي المباني اللي تكلمت عليهم والعرصات زي ما ورعت لكم من بكري ونوريها تاني تواه متكية تكيه والعرض متاع الساس هو اللي يخلي التنقل في الحرارة من البرودة إلى السخونة ياخد فترة فالسخونية لما تخش في النهار ما توصلش إلى لما يكون دينيا ليل فتدفي في الليل وما تبرج في الليل لعندما تبرد في النهار وهكي يصير التكييف الطبيعي في المبنى حاجة تانية أطلع دنا اللون الأبيض اللي هو يندار بالجير وهذا مفروض يجدد كل عام بالإضافة أنه اللي كون اللون يعكس في الحرارة وهذه طريقة متوسطية ولونها الحلو لو نحط معها شوية لزرق وانا في البيبان والرواشن والزوايا والآخره واللي هو وظيفة تانية اللي هو يقتل في النموس والحشرات الضارة ويبعد حتى في الهوام وإلى آخره وطبعا زي ما قلت فيه الساحة اللي في وسط الجامع بعد أن تفوته من الكوريدوري وهي وسط الجامع وهي عمارة موجودة في كل أفريقيا الشمالية زي ما قلت زي القيروان والزيتونة والقرويين وغيرها بمساجد ليبيا كذلك وغالبا في وسط الفناء ما كان تجتمع فيه المية باش تتغدى الفسكية لكن الباين التغيت مع الوقت زي ما صار لعماكن هلبة المهم توا فيه شجرة متاع تليم والله يتفحفح تفحفح تفحفيح مش عادي يعني فيها اختيار موفق لشجرة الليمون وهذه من 300 عام لما تموت واحدة يجددوه ويدير واحدة تانية المهم وبنشوفه بعدين كيف المية تتسرب مدالينها في طريقة عفقارية باش توصلها للمية وفيه فناءين زي ما شفته في الصورة وزاوية بسيطة في معمارها وخلاويها وهي مبعث للهدوء والراحة وزا ما قلت من خصائصها هي الميذنة التي نقدر نشوفها من داخل الفناء والمنارة المربعة هذه وهذه خاصية شمال أفريقية بامتياز في ليبيا ومنطق طرابلس كمثال أغلب المآذن قبل العهد العثماني ويخي حتى أثناء العهد العثماني كانت مربعة تربيع جامع الناقة وهو تقريبا من أجل بناء فاطمي من أقدم المساجد وكذلك الكتاني في بوهريدة مولاي محمد جامع سيد عطيها أي مولاي محمد حتى هو وجامع سيد عطيها وصح بعضهم يعني معاش موجود ولكن فيه صور تبين كيف كانت شوفوا مثلا جامعة مأذنة جامعة مولاي محمد كيف كانت وهذا زي ما قلت تقليد قديم وهذا موجود بعدة أشكال زي ما رسمه غاسبري ميسانا في كتابه المعمار الإسلامي في ليبيا وهي قريب ستة أنواع كلها مربعة تربيع في القاعدة إلا العثمانية وهي استوانية أو ثمانية الشكل تاريخنا المعماري للأسف الشديد ضيع منها كل يوم يعني الطليان الطليان قبل الفاشستية الطليان في المرحلة الأولى لما حكموا ليبيا داروا معمار وتصاميم ليبيا كانت كلها صبغتها محلية وداروا الميراماري مثلا وبلدي طرابلس وسيدي حمودة ومبنى البنك وغيرها على الطراز المحلي وداروا لهم أبراج مربعة يعني طلاينا عرفوا الخصوصية المحلية في البني والعمارة يسمون فان موريسكية والهوية البصرية المحلية أكثر من نحنه المهم جامع مورا الحيط امتاعه والمساند المتكية عمارة محلية صرفة زي ما قلت بكري المئذنة المربعة كذلك وهي اللي عندنا يعني مثلها في كل أفريق الشمالية وفي ليبيا اللي عندما تهدم أكثر من الأسف الشنيد وبنوا على الشكل العثماني أو بعد الاستقلال للأسف الشديد جابونا مهندسين مصريين وبنونا بشكل مملوكي ويحكى أن البرلمان في العهد الملكي السيد منور العروسي كان هو أول من ابتدع هذا الشيء وهو اللي يعاود بني مسجد فشلون كمثال وانتقل من الطراز المحلي لطراز مملوكي اللي تاريخ بلادنا ما عنداش أي علاقة به كمعمار وغيرها أمتي لهلبة بعضها بجديات محزن في حاجات هلبة في المبنى مش هتسد الحلقة وبنركز عليها كلها منها الرواشين اللي هي جبسية وهي أيضا طريقة محلية زي يعني تتسمى الكوش الجبسية زي ما يسموا فيها كلمة كوشة بالأمزغية تعني الفرن وبالذات الفرن حاليا تطلق بالذات على الفرن وتع الجبس وجيه على فكر المسجد فيه محل وضوء وثاني للغسيل وثالث لي سقي الشجم تعليم اللي قلت لكم عليها مبكري شوفوا صورة البير توا تشوفوا في ثلاثة حفر كل حفرة لو تعبيها تنزل الساقية متاع عليها حاجة والحفر هذه العساس ومنها تتعبى للشخص اللي يريد دوش في الدار التاني انت بتشوفش فيه واحدة ترفع للوضوء وكان شوفوا توا الوضاية فيها صواني 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 هادي فيها صاع النبي للوضوء وهذه مسألة يعني نفصل فيها الفقهاء يعني مش تبزعيق لمية تبزعقوعة بزعيق وانما تاخدوا المدة والصاعب متاع النبي وفيه حاجة مهمة جداً وهي المدخل متاع المبنى لو تلاحظوا فيه قيشاني او ميوليكا هنين شوفوا التعتيرات الاخرى على البناء المحلية الميوليكا هادي هي بدون شك اضافة اندلوسية جميلة للعمارة المحلية الليبية نلقوا في المدينة القديمة هلبا وهني اهو شوفناها في زاوية عمورة وزيد عليها وبدون شك ان القائد عمورة منساش يديرلنا امامها عثمانية فوق المبنى واللي قالوا يعني ان عند اختها زمان في مسجد عمورة في بن عشوع والاضافة المعمرية العثمانية التانية هي القباب اللي هي بدون شك مش محلية الا متأخراً منجدتوا بهذا الحجم مع يعني مع العثمانيين وهو تقليد مسيحي في الكنائس وغالباً يكونوا المسيحيين اللي دخلوا الاسلام في دول برقان هم اللي دخلوا وفيها التجان اللي هي تتسمى التجان القرامالية حتى هذه تطبر اضافة للاضطراز المحلي في البناء لكي لا تكترون عليكم مرتبطة الزاوية بخرافات هلبة مثل خرافات مرتبطة بمباني ثانية في ليبيا قال لك يا سيدي الزاوية ومسجد عمورة في بن عشور بعد المهندس اللي بناهم قطعوا له يده ورجله لكي لا يعودش يبني زيها في مكان ثاني وهذا الكلام نتذكر فيه زمان المرشد السياعي متاعنا لما كنتني مشيت زيارة للهند مشيت لتاج محل كان المرشد السياحي الهندي عودنا في نفس القصة هذه وتلقوها في مساجد هلبة في العالم الإسلامي ومباني وقصور في مصر وغيرها وهذا كلها خرافات وهذا ما ليش أي سنة تاريخي أو أي صحة من الناحية التاريخية المهم الخرافات تتنقلها الناس من جيل لجيل من غير طمحص بعدين مرة ثانية العالم الإسلامي كلها في خصوصيات دينية محلية تبدأ بالمذهب وتختم بحرف الكتابة زي اللي جبتها في حلقة الخط والعمارة الدينية وليبيا من رغم من الإهمال وتداخل العوامل المحلية والوافدة حافظت لعند وقت قريب على وحدتها الثقافية والتنوع على المعمار المغاربي ولكن للأسف 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 الإهمال والجهل وخلى بلادنا شربة والمعمار بروحه مصدر دخل سياحي يدخل المليارات على الشعوب زي جارة تونس كمثال والمغرب وغيره مش ما عندناش خصوصية محلية الناس اللي يقول في الكلام هذا مش ما عندناش خصوصية محلية اللي ما عندناش هو الإرادة السياسية والوعي عند الناس عندنا من كل مقاومات السياحة من دينية حتى قبل الإسلامية زي مغارة القديس مرقص إلى مراقل أهم الأولياء الصالحين إلى المساجد العتيقة إلى المبالي القديمة والحديثة من أمازيغي وأغريقي وروماني وبيزنطي وإسلامي من كنائس وبيزيليكات من مساجد العتيقة إلى زوايا وخلايا وخلاوي وقصور وقلاع وغيرها والمساجد عندنا متنوعة من العتيقة الإسلامية مغربية قاعدت عبر عصور وعندنا العثماني والقرمانلي وحتى هي أصبحت لينا ومنا ولينا وجزء من تاريخنا حتى هي نفتخروا بها ونحافظوا عليها حتى العثمانية والقرمانية وغيرها ويخي حتى اللي ابنوه تطلعينا وكل هذا جعل عندنا خصوصية هويتية بصارية خاصة بنا ومفروض المعمريين الليبيين هذا هو دورهم هو ترسيخ الهوية البصارية الليبية زاوية عمورة هادي مثال بس وإلا الأمثلة لا تحصى في ليبيا ولكن هذا فلمينكي بناء من فلمون من هولندا غالبا أو من بلجيكا بناء على الطراز المحلي وخلى لنا تحفى محبوبة لنا كلنا ودليل السياحة الدينية في ليبيا دليل السياحة الدينية في ليبيا كنا شفتوه كتاب رقيق حط زاوية عمورة في الخريطة والبريد الليبي كذلك دار لها طابع وندر عليها كتب وقرخ لها مؤرخين في المعمار وغيرها وقعدت مثال حي للعمارة المحلية أهلي بنقول لكم مش هنطول هلبا تحياتي وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله عن الهوية البصرية في ليبيا وخالص المستقبل ومرة تانية شكر خاص لصديقي مصفى الأطرب اللي طلبت منه ينتقل لعين المكان ويصور لي كل الصور اللي انقلتهم لكم اليوم تحياتي السلام عليكم ارتفاع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة